ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا الزميل فيصل الحمادي من إمارة رأس الخيمة بداية فيصل أنت اليوم تواجدت في عدد من إمارات الدولة كيف تصف الحالة الجوية التي تمر بها الدولة؟ نعم زميل محمد مبروك عليكم وعلى السادة المشاهدين الرحمة وامطار الخير والبركة التي عمت أغلب مناطق الدولة من خلال هذا المنخفض الجوي الذي وصفه المركز الوطني للأرصاد بأنه منخفض جوي سطحي يصاحبه منخفض جوي علوي وهو ما يسبب أمطار الخير التي عمت أغلب مناطق الدولة نحن الآن متواجدين في إمارة رأس الخيمة وهي أيضا هذه الإمارة التي كانت عليها تأثيرات من هذا المنخفض وأيضا أغلب مناطق الدولة خصوصا الإمارات والساحل الشمالي وأيضا مدن الساحل الشرقي حاليا في هذا التوقيت الأمطار متفرقة على أجزاء من الدولة يعني بين المتوسطة والغزيرة وأيضا في بعض المناطق هي أمطار خفيفة مثل ما قلت نحن في رأس الخيمة أمطار كانت خفيفة متوسطة تغزر أحيانا وأيضا تكون خفيفة أحيانا وهي متفرقة ولكن هناك خلايا كما نشاهد في الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بأن هناك خلايا ماطرة على الخليج العربي وأيضا هناك خلايا ماطرة على سواحل المنطقة الشرقية من المتوقع خلال الساعات القادمة أن تدخل هذه السحب وأن يتعمق المنخفض إلى الإمارات الشمالية وأيضا وصولا إلى الساحل الشرقي مسببا أمطار متوقع أن تكون بين المتوسطة والغزيرة في بعض الأحيان وقد تكون متفرقة ولكن بإذن الله هي مستمرة كما تشير التوقعات إلى نهار أو صباح يوم السبت بالنسبة لدرجات الحرارة فهناك انخفاض ملحوظ جدا في درجات الحرارة الجو بارد جدا أجواء الإمارات خلال هذه الأيام جميلة جدا زميلة محمد تدعو الجميع إلى الاستمتاع وعيش هذه اللحظة أجواء جميلة جدا ورائعة وفي نفس التوقيت من واجبنا أيضا أن ننوه للسادة المشاهدين بتوخي الحيطة والحذر خلال القيادة في الأمطار كما نوهت أيضا الجهات الأمنية والمختصة خلال تجولنا من ساعات الصباح الأولى في بعض المناطق الشرقية والوسطى من الدولة كانت هناك أيضا الجهات المختصة قائمة بواجباتها على أكمل وجه البلديات الجهات الأمنية الكل مستعد لهذه الحالة ما دل إذا تلاحظ بدأت الآن الأمطار بازدياد في هذه اللحظات هنا في أمارة رئيس الخيمة إذن محمد هناك تحديثات هناك بإذن الله الحالة مستمرة لغدا وصباح السبت هذا ما لدي أعود لك محمد الزميل فيصل حمادي شكرا لك